فيها سوداني مقشر وجوز هند وكاركديه وتين مجفف وبندق وفزدق وعين جمال كل هذا بسعر 15 جنيا فقط ب15 جنيه الشنطة هيكون فيها ممكن يكون فيها جرامات معدودة من كل نوع على طريق بقى يخلي الفقير يدوء نعم طيب أيضا مشاهدين من الصفحة الخامسة القوى العاملة تنتهي من مناقشة قانون الخدمة المدنية وترجي الموافقة على بنود الجزاءات والأجور تفاصيل هذا الخبر من فضلك طيب لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أو بمجلس النواب يعني انتهت من مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية باستثناء بندين بند الجزاءات وبند الأجور والبندين دول بيتكونوا أو النقطتين دول بيتكونوا من 6 نقاط أو 6 بنود في القانون نعم احنا عارفين ان قانون القوى العاملة الجديد قانون الخدمة المدنية الجديد لما صدر أو تم التنويه إليه حصلت بعض الاعتراضات وبعض الاحتجاجات من بعض الموظفين والعملين في الدولة نعم اعترضوا على بعض البنود اللي ممكن تكون متعسفة شوية ضد الموظفين في الجزاءات وفي الأجور علشان كده هم المقطتين دول هم الأهم في القانون وفي كده تأني في دراستهم وفي بحثهم وتم تأجيلهم لغدا السلساء إن شاء الله المجلس النواب هي نقشهم في حضور سيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعني بعد يعني بعيدا عن الماديتين دول تم بالفعل اعتماد بقية مواد القانون وتم مثلا أخذ مشروع كان متقدم من حزب الوفد بيتكلم عن الجزاءات إن الجزاء يسقط عن الموظف أو عن العامل بعد مرور ستة شهور إذا كان الجزاء صغير لم يتعد مثلا اللفة النظر أو توجيه اللوم أو خصم من الراتب لا يصل إلى خمسة أيام لو الجزاء خصم أكثر من خمس أيام يسقط بعد سنة لو جزاء مثلا في حرمان من العلاوة أو من المنحة يسقط بعد سنتين لو جزاء أكبر من كده يسقط بعد ثلاث سنين فده كمقترح مقدمه حزب الوفد وبالفعل تم الأخذ بيه بعد تعديل صيغته طب يعني ماذا عن البند الذي أعطى كل السلطات في يد المدير أو كرس لفكرة تأليه المدير بأنه بيدي كل شيء بيدي أن يقوم بنقل هذا الموظف فصلي حرماني من مستحقاتي أو مستحقاتي المالية بشكل كامل هل برأيك سيتم تعديل أو من المفترض أن يتم تعديل مثل هذا البند لكي يتم تمريره ويخرج إلى النور؟ بالتأكيد بند زي ده ما حدش يسمح أن يطلع قانون بيه لأن يعني إحنا مش هنسيب الموظف يبقى مصيره ومستقبله في إيد مدير ما عرفش هو يعني بالطبع هذا سيؤثر على بيئة العمل بشكل كامل بالضبط بس أنا أعتقد أن الموضوع مش هتمي بالشكل ده وأن تقييم الموظف هيكون على عدة مراحل وعلى عدة مستويات مش في إيد شخص واحد بس يعني حتى لو حتى الموظف حسب بظلم أو بتعنت من المجد المباشر هيقدر يلجأ للمستوى الأعلى والمستوى الأعلى والمستوى الأعلى لورقة امتحان بالثانوية العامة لعدم التلاعب يعني أنا أود أن أتعرف منك عن هذا الحادث تحديدا وقاعة الغشة الذي يتحدث عن هذا الخبر يعني هو فيه يعني الخبر بجيب كده سرد لعدة وقائع حدثت في بعض المحافظات نعم بس هو التأكيد هنا والبارس في الخبر هو قرار وزير التعليم بإحالة أولياء الأمور والمدرسين أو العاملين في الحقل التعليمي للنيابة العامة وعلى فكرة ده طبقا لقانون أو قرار بقانون صدر من الرئيس هو قانون رقم 101 وهو منتظر يعني اعتماده في مجلس الشعب بلسه في مجلس النواب بيقول أن اللي يتورط سواء من خارج المنظومة التعليمية أو من داخل المنظومة التعليمية في تسريب الامتحان أو في تسهيل عملية الغش بيتحاكم وبيتوقع العقوبة حبس من سنة لثلاث سنين وخمسين ألف جنيه غرامة ده ينطبق طبعا على أولياء الأمور أنفسهم أيضا هو ينطبق من داخل المنظومة أو خارج فمن خارج هو ممكن ولية أمر يكون يعني بيعمل حاجة زي كده وطبعا ده تصرف يعني مشين لولية الأمر يعني الأفضل أن ابنه لو مش جاهز الامتحان أو مش على المستوى الأفضل ليه والأكرم ليه أنه هو يسقط ولأنه يروح يغشش ابنه وهو في اللجنة هو كده يعني ما بيساعدش ابنه ولا بينفعه بالعكس هو كده بيدره نعم طب يعني هذا الأمر أو القرار الصادر الجديد من وزارة التعليم بأن تحمل كل ورقة امتحان توقعان لرئيس اللجنة ورئيس الكنترول هل تجد هذه الخطوة من الممكن بالفعل أن تحد من عمليات الغش الموجودة باللجان؟ والتي يعني وصل الأمر بها إلى تواطئ أولياء الأمور أنفسهم مع الطلبة؟ بالضبط يعني بصي هو توقيع المرائب ومش في اللجنة أو مش في الدور هو عملية تنظيمية أكتر منها عملية تمنع الغش هو النهاردة وزير التربية والتعليم كان قاعد يعمل شبه ورشة عمل لتحديد المهام وتقسيم الأدوار اللي هيقوم بيها كل فرض في المنظومة في خلال امتحانات السنوية العامة وأعتقد كمان أن تغلز العقوبة وتحويل المتسابقين في الغش في الشهادة الإعدادية للنيابة ده جرس إنذار وتهديد مباشر وغير مباشر لامتحانات السنوية العامة أن ما فيش تهون وما فيش يعني مش هنتساهل مع أي حد هيزبط توروته في عمليات الغش فإنما التوقيع على ورقة الإجابة وورقة الأسئلة هي فقط لضمان انتظام عملية الامتحان ضمان وجود الطالب بالفعل في اللجنة بتاعته وأنه هو حصل على الورقة بتاعته في الوقت المناسب نعم أيضا مشاهدين الخبر الأخير معنا في هذه الجولة الصحفية من الصفحة الثالثة قنصل مصر بشانجهاي زيادة عدد السياح الصينيين إلى 200 ألف سائح يعني تفاصيل هذا الخبر من تضلق عن هذه المجودات المبزولة من جانب قنصل مصر في الصين السفير خالد يوسف هو قنصل مصر في شنغهاي يتكلم من نهاردة في الخبر على أهمية فوز مصر يعني مصر فازت مؤخرا بجائزة اسمها جائزة المقصد السياحي الأكثر شهرة وهذه الجائزة تأخذ من المعرض العالمي للسفر اللي يقوم في شنغهاي فمصر حصلت على الجائزة هذا العام في 2016 نعم القنصل بيتوقع أن بعد الحضور المتميز لمصر في المعرض أن العدد للسياحي يرتفع من 120 ألف أو 150 ألف تقريبا نعم أو 115 العام 2015 يصل إلى 200 ألف في 2016 نعم وحتى رقم 200 ألف أنا شايف أنه هو رقم متواضع شوية نعم مفروض أن سقف توقعاتنا أو سقف يعملنا عرف عدد سياح الصين في مصر بأكبر من كده خاصة إذا عرفنا أن الصين بتطلع 120 مليون سائح سنويا ف120 مليون سائح سنويا يكون نصب نحن منهم 200 ألف بس مصر اللي فيها تلتقصر العالم مصر اللي فيها محر أحمر ومحر أبيل طيب أنت رأيت أن هذا الرقم أو هذه النسبة متواضعة للجاية بالنسبة لعدد السياح الذين يخرجون كل عام لبلاد العالم طيب برأيك ما هي النواقص التي تحتاج مصر إلى استكمالها لكي نستطيع أن نحظى برقم أكبر أو بنسبة أكبر من عدد السياح ليس في دولة الصين فقط ولكن في دول العالم الأجمع يعني هو طبعا مصر يتعرض للفترة الأخيرة لأزمة في السياحة في قطاع السياحة بالكامل بسبب حدثة الطيارة وما تبعه من إجراءات متشددة وكانت أوفر شوية من دول العالم بس أعتقد أن مجهودنا يبقى أكبر من كده شوية نضاعف من مجهودنا ما نركز على نوع واحد من السياحة مصر ليس سياحة فرعونية بس مصر فيها سياحة سفارية مصر فيها سياحة علاجية مصر فيها سياحة سقفية مصر فيها سياحة شواطئ وألعاب مائية لازم نقدم مصر بشكل مختلف وبشكل جديد ونزود شوية من مجهودنا علشان نقدر نعوض الأستاذ محمد عبدالخالق الكاتب الصحفي بجريدي تروزا ليوسف شكرا لك على هذه الاستفادة في تحليل والعرض لما ورد معنا من أخبار اليوم شكرا لك شكرا لك وأيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابع غدا في الوقت نفسي جولة صحفية جديدة إلى اللقاء